في بطولة كأس العالم قدم منتخب المغرب أداء مبهرا إذ وصل إلى نصف نهائي المونديال ليصبح أول منتخب عربي وأفريقي يصل إلى هذا الدور ويبقى أمام المغرب مباراة كرواتيا لتحديد المركزين الثالث والرابع يسعى فيها أسود الأطلس للفوز ببرونزية المونديال أداء بطولي من منتخب المغرب سطروا به تاريخ الساحرة المستديرة في القارة السمراء ولكن الرياح قد تأتي بما لا تشتهي السفن فخسر أبناء وليد ركراكي من منتخب فرنسا بهدفين دون رد مشوار الأسود في المونديال كان مشرفا للقارة استهلوه بالتعادل سلبيا مع كرواتيا ثم الفوز على بلجيكا بهدفين نظيفين ثم الفوز على كندا بهدفين مقابل هدف ليتصدر المغرب مجموعته برصيد سبع نقاط قبل أن يقصي إسبانيا في دور الستة عشر بركلات الترقيح لم تكتفي أسود الأطلسي بذلك بل أخرجت البرتغال من الدور الربع النهائي وأعادت كريستيانو رونالدو إلى بلده حزينة رفقاء حكيم زياش باتوا أول منتخب أفريقي وعربي يبلغ نصف نهائي كأس العالم لتكون أمامهم مباراة منتخب كرواتيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من أجل الميدالية البرونزية التي لم يحصل عليها أي فريق أفريقي أو عربي على مر التاريخ المنتخبات الأفريقية فازت بميداليات متنوعة الألوان في الدورات الأولمبية لكن سيكون أسود الأطلسي أول فريق في التاريخ خارج أوروبا أو الأمريكتين الجنوبية والشمالية يحصد ميدالية رسمية في بطولة كأس العالم فالإنجاز الأفضل للكرة الآسيوية كانت تأهل كوريا الجنوبية إلى نصف نهائي منديال 2002 لكنها فشلت في الفوز بالميدالية البرونزية عندما حلت في المرتبة الرابعة أما أفضل إنجازات الكرة الإفريقية فكانت تأهل إلى ربع نهائي المونديال ثلاث مرات أعوام 1990 و2002 و2010